أهلين وسهلا بكم في هذا الفيديو سيكون مختلف لأن هذا الفيديو حرفين بتكلم فيه على مرض البهغ إذا ما لاحظت فيه محتوى تأثيره على حياتي وكيف حرفين أنا عبد الرحمن سبحان الله بنسبة كبيرة جدا بسبب هذا المرض من بعيد ممكن أنت ما حسيت بي أو حتى لو حسيت بي ممكن هي بس حاجة بسيطة جلدية بس أنا بنسبة لي تأثيره على نفسيتي كانت مرة ضخمة فهذا ما هو فيديو أنا حشرح لك فيه ثلاث تكنيكات وكيف تحيي تغير حياتك ومدري إيش أو علاج لحاجة معينة قدمي إنها حاجة كده من حياتي ما أدري إذا أحد يستفيد منها وللأ بس قلت إنه أشارككم القصة هذه لأنها قصة أساسية وجذرية في حياتي فممكن نتطع منها بحاجة حلوة وشي حاجة حاجتين لكن إذا عندك اختبار آيلس يفضل جدا أن تروح تشوفوا التكنيكات وشوف حاجات تانية فلنبدأ فقبل ما أتكلم عن البخاق وتأثيره في حاجة وشي يصار خلينا نتكلم عن عبد الرحمن قبل البخاق فلما كنت في ابتدائي ما كانت عندي أي مشاكل أنا كنت شخص طبيعي ولد الأخ الأكبر عندي سلطة كبيرة على إخواني وبنفس الوقت لهذا الشيء لو كان له تأثير في المدرسة أنه كنت مشاغب نوعا ما كنت صاحب المطاطات وضرب الناس ومدرياش وشلل وشلل تمشاغبين لما بديت في التقنية وحبيت الكمبيوتر وزي كدا فأول موقع سويت اسمه منتذات شلل تمشاغبين أنا مر الفخور بهذه القرارات هذه كانت حياتي كنت في المدرسة نوعا ما بحارة ضارة بحاول كل شيء كنت جالس وتركيزي يعني إذا تشوف عبد الرحمن كان زي وزي أي ولد عاندي غير كدا من ناحية إيجابية أيوة ومن ناحية سلبية من ناحية أنه أنا ما كان عندي أي تقدير للوقت واحتمام بالوقت ممكن تقولي أنا كنت صغير بس دقيقة أسمع باقي القصة هتعرف إيش اللي صار فيه فأنا وقتها كنت محرفين ضيع وقتي طوال 24 7 في البيت على اللعاب على الكمبيوتر ضيع وقت وشيء وشيء هزا كده بس كان عندي شوية تفضول في التقنية والكمبيوتر وشيء هزا كده بس لأن اللعاب كانت بسيطة أنا مخي بالنسبة 29% في وقتي الفاضي غير مدرسة فأنا ما كنت أسوي فيه إلا أشياء بسيطة يا دوبي سويت منتدى مشغلين لما كان عندي عشر سنوات كهذا كني مجاز ما كان شيء سهل واحد يسوي منتدى عندي عشر سنوات بس ما كانت يعني أوكي وباقي الوقت بلع 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 المهم في يوم الأيام كنت كنت جالسين في البيت أبوي كان في المساء فجأة كده شافني وبدأ كده يطالع فيه أكتر وكتر 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 ويحكيت فيه أنا أنا خرت مأوي وبعضي حين يخوف يعني وإيش هضربني وإيش غلطة لي سويتي طيب فبعدين قال لي عبد الرحمن لك يجيب الدك فهو بعدين خلاني أوري يجيدي فهو شاف حاجة ما قال لي شيء قال لي طيب وكال حاجة كده زيك أنه هو مهموم شاعلهم أنا أبقت مهم ما كان يصير بعدها بفترة وتوقع سبوع سبوعين ودهن الدكتور ودهن الدكتور قال أوه كي هذا مرض البهاق عند ولدك وحيكبر والعلاجات موجودة وعندك 17 ألف كريم وقصة حزينة طويلة من العجابات هذه كانت اللحظة الحقيقية اللي عرفت فيها أنه أنا عندي مرض البهاق وأبوي لم يحاول يقول لي هو اللي أنه أبوي يعني ما أدري يعني أنا من الناس اللي أبغى أوريكم موضوع درامي أنه المرض البهاق هو مرض صعب أليم جدا هو حرفين بس شكلك الخارجي يتغير يعني أنا أحمد الله أحمد ربي من اليوم بالمئة هذا ما هو مثلا لا أسمح الله سرطان وحجزة كده صعبة حرفين ليها تأثير على حياة الإنسان من كمرض مرض يعني عميق فما أعتبر من هذه الأمراضة صعبة ولا أعتبر أحس أنه أثر على نفسيتي بشكل مرة كبيرة تحدي أنا كنتش الولد في المدرسة وكنت دائما أبغى أكون الشخص اللي دائما يطلع يكون أكشن فلما اكتشفت هذا المرض وقتها أقول دقيقة أنا حتغير يعني أنا شكلي حيكون غريب حبدأ أصير ملون كده أبغى يطلع سوات شوية فمن هذه اللحظة حسيت أن هذا عيب فكانت يعني حرفين كان كل حاجة طبيعيا الآن ما شاء الله يدي كلها بيانضة تقريبا بالنسبة 40% فلما كانت حرفين كانت أطراف الأضافري كان بدأ يبدأ يجي يجي شوية فيبدأ اللون كان يروحي يختفي شوية شوية فهنا بالنسبة كان زيك أنه عيب اللي درجته في المدرسة كنت أكتب زي كده يعني حرفين كنت أحاول أن أخبي يدي أنا أعرف أنه سبحان الله أنا الآن أقول لي بس أنا أقدر أتخيل نفسي ثم أنا كنت خايف من التنمر خايف من أيوة يعني كل واحد يحش الثاني فأنا ما أبغى أكون هداك الولد اللي أحد يحشني أوه أنت يا مدري أبو مدري أتوقع لأنه كان أحد المدرسين كان الوطفال يتكلموا عنه بالتنمر كان عنده بهاق وشي قريب بهاق كان يقولونه كم حاجة ما أذكر بالضبس كانوا يشيروا إليه أنه هذا الرجال المدريمين المدير والمدرس حقنا المدريمين فأنا هذا الشي زادني انطبائية وعزلة وأحاول أنه إلى درجة ما أصد أتكلم مع الناس أو قل إختلاطي بالناس عشان ما أحد يشوف يلاحظ يدي وهذا الشي مستمريتي عليه حرفين لسنوات يعني تقريباً تات سنوات وسنتين عدت وما أتلاحظ إلى درجة ما كان عندي صحاب وكان عندي صاحب الوحيد اللي ما يسأل ولا يتكلم فهداك في يوم الأيام قلت عبد الرحمن دقيقة إيش هاد في لدك فأنا سكت مرة فهو فهم هو فيه عبد الرحمن صر له مشكلة أو فيه حاجة فأقول لي خلاصة أنا أقول لك ما ولا تشير هام حنتكلم عليه بعدين وبعدين شرحت له القصة بطريقة حزينة بعد فترة طويلة طبعاً طوال هذا الفترة أنا كنت أحاول أخذ العلاجات والعلاجات مرة صعبة ما يعرفش وضع فيه ناس حارفين تقريباً كل معدة ثلاثة أشهر شخص يجيني كده من السماء في المسجد في الطريق يقول لك عبد الرحمن يد شكلك ما يعرفني يقول أهلاً يا رجال أنا عندي لك نصيحة أنا أحد مدري إيش جرب كده وواحد حط مدري إيش حط بنزين فده وحرك قصة كل واحد يجبلك علاجات سبحان الله غريبة وحاولت نسبة كبيرة منها إلى درجة من الفترة الحالية لا أستمر على العلاجات أو لا أستمر على العلاجات أو الموضوع مرة طويل وممل ونتائج درجة أنه تقريباً تسعين بالمئة من العلاجات جربتها ما ضبطوا ضبطوا الفترة مؤقتة ورجعوا أسرع كان يدي بدأت ترجع أو بدأ اللون يرجع بس مستمرة ستة أشهر وضيعت مو ضيعت بس كانت فترة طويلة أروح الأجهزة وهذه الأجهزة كانت فيها الأشعة هديكة المتخصصين أكيد عارفين القصة بالكامل فكانت تسبب الحروق كمان في جلدي العادي فكانت حاجة تأخذ وقت طويل كل شوية مرتين في الأسبوع وروح المستشفى اخذ الموعدة روح هناك ادخل ادخل الجهاز اجلس نص ساعة وطلع كانت قصة طويلة والمشكلة أول ما تركتها توقع سافرت وشيسة كده في ستة أشهر كل مجهودي في ستة أشهر رأى فما أقول إنه ما في الأجهزة توقع الفترة الأخيرة كمان طلعوا عبحاث وطلعوا علاجات فما بلتكلم عن الأجهزة حين ولا حد هو الفيديو بس يعني أنا كنت مستمر كنت بحاول أفضل ما عندي إنه تعالج وكل حاجة بس تأثيره على نفسيتي كان مستمر فالمهم أبوي يعطيه عافقة مستثمر كل حاجة يقدر عليها عشان يحاول إنه أتعالج وانه كمان كنت يعني بداخل في الجو نوعي وأبغى فإن أتعالج بيضا يكون كده بس المشكلة اللي كانت إنه نفسيتي كانت مستمرة بالإنهيار بدل ما يعني أنا بحاول بحاول ممكن في نتاج بسيطة بس النفسية كانت حرفين قاعدة تدهور أمي لاحظت هذا الشيء يعني أمي كانت تقول أنا أبغى أكون أصحاب أبنائي أولادي فهي دائما كانت تحاول أن تصير أصحابي طبعا صعب تفضحين المراهقين وزي كده تصير الصعب بس أمي لاحظت إنه أنا بديت أختلف بديت أكون أكثر بديت صراحة يعني لأن أستطيع انطوها أكثر بالتاني ما عادي غير المدرسة ولا العاب فكنت ما بين العاب والدراسة فتتسمت أمي يا فأمي بدت تحس هذا الشيء فأحس وقته صراحة ما سعت أمي بس أحس عن قصد سوت حملة على التركيز على النجاح وعدم ارتباطه بالمظهر أنا الآن بسميها كده لأنه عمرها ما قلت يا عبد الرحمن هيمدى حملة بعد شوية بس أمي دائما أتذكر من الصغر كمان تقول شوف يبني التركيزك ما هو على شكلك لما أروح أجلس أضبط شعري لمدة ستين دقيقة قبل أن أروح المدرسة فأمي لما كانت تلاحظ إيش أتقول يا ولدي نجاحك ما هو بالمظهرك فلما بدت تلاحظه أنا طبعا أنا كنت مهتم بمظهري بنوع ما أنا الآن حرفين أصلا حرفين ما في ثلاث شعرات بالزمان كنت حرفين أجلس نص ساعة أضبط شعري وتكن سباي كويس ومدري ايش وخمسين بحاجة ما كنت شايف المستقبل قدام حتى لدرجة أن تشوف اللوغو حقي دليل الآيالز كان بدأ لما كان لدي شعر فأمي كان لدي شعر لكن أمي وقتها لما بدت تلاحظ طبعا هذا شيء طبيعي تلاحظه بس هي بدت تركيز على ترى يا ولدي نجاحك ما هو بمظهرك المرض اللي جاءك هذي نعمى من ربنا انت تركز اذا انت تركز على انك تستغل وقتك كويس وما تضيع وقتك هتلاقي نجاحات وهي كانت حرفين تترميني هذا الرسال مرتين في اليوم باكتر من طريقة باكتر مما كان بتديني أمثلة من عائلتنا مثل شخص كان عندنا سمين جدا بس كان ناجح يعني هو صح ما كان ناجح من ناحية صحية بس هو في شيء ثاني كان ناجح أحد كان حرفين كان أصلا خالي مرة تكون شوف ما عنده شعر بس هو ناجح جدا ويطلع في المدرياش وشيزا كده فأنجزين جالسات وتدينها مثلة مختلفة ومن هناك بديد يعني بدأ الموضوع شوية شوية يدخل في المخي بس بالرغم من كده الموضوع ما كان سهل يعني أنا حرفيا مثلا أنا في مكان مفترضا في المسجد أكيد أغلب الناس اللي بيتفرج هم يفيدوا ما هم تعويدين على أحد يتفرجنا كده إذا شوف يدك هذا بتركيز أو بيحاول أشوفه إنت ما أنت شايفه فأنا ميدت لي بلاحظ هذا الشي يعني بلاحظ هذا الشي على الأطول ففي هذا الشخص بيتفرج عليه وبيحاول أشوف أشهر الشي ليش أنا مختلف ليش أش بيدي فهذه النظرات كانت مستمرة وتحديدا لما طبعا في نهاية المتوسط الموضوع بدأ يزيد فكانت النظرات المتوسط مستمرة حتى نقدهم بشكل بعض الناس كانوا محبين صراحة يا ابني خد علاج وهذا علاج بس هذا كان له تأثيره سلبه أكثر من إيجابي شوية عن نفسية إنه أوه كيف الناس بلاحظوا وهذا عيب فيه وخلل في مظهري مثلاً بس حبة حبة بدت يعني البذور بأمي تزراحها تطلع شوية شوية قلت اوه أنا ليش قاعد أسوي أنا ليش أهتم بكلام الناس التانين يعني ليش اوكي اذا إذا انت بقاعدة طل فيه طيب انا خليني أركز إنه أنا أكون ناجح وخليني أركز على إنه أنا أطور من نفسي ومن هناك بدت عندي كده سيك إنه لفترة مؤقتة إنه أكره في يعني نوعا ما ما يعرفش سميه كده الشعور بالغضب كده داخلي شوية سبحان الله إنه أنا ما حيهتم الناس وطبعا في المدرسة بدأوا الناس يتكلموا لي شوية 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 وزي كده ومفوق بعد يتنشر إن السر هداك بدأ يعني هو بدأ يلاحظ صراحة فبدأ الناس قاعد تلميه وذي كده فهديك اللحظة اللي خلاصة أنا توصلت فيها القمة إنه أنا خاص قفلت معي وأنا زعلان من البشرية كلها أو من الناس اللي ممكن يطالع فيها بس بدون ما أنا أقولهم حاجة طبعا ولا كنت أكلمهم بس أنا قلت خاصيبك من الناس الشرع نفسك وإنت أجرع نجاحك وشرع نجاحك وبعدين خلي نشوف من ينفوس إنت أيوه حشة أنا سوي ما تبغى بس أنا أوريك أديني عشرة سنوات خمسة سنوات أنا أقرأ كتب وأطور من نفسي وإني زمان كتب أفكر فيها إنه أنا أسوي حاجة وحطت محاضرة وإنت حتكون من أحد المدربين جوتا فكرة كانت مرة مرة سيئة بس كان هذاك الشعور اللي هو ما يعرف رد فيها طبيعية وحاجزة كده فوقت أشتر روح شرير أو كنت بدأ يعني من وقت بجد بديت أطلع كتب وأقرأ فيها وكتب عن تطوير الذات عن تحسين طبعا كتب تطوير الذات حسيتها قريبة جدا مني لأنه هي كانت تتكلم على كيف روح يفكر عن نفسه وعين الثقة بالناس وعين فهذه الأمور بدأت تديني تكنيكات ملموسة لأنه بالنسبة لي هذا الشيء ما كان طبيعي صفية وبدأت المهارات الخارجية بدأت تختلف يعني ما صرت انطوائي فهذه كتب تديني أفكار وطرق لتطوير فكتاب عادات السبعة غير يعني واو أنا ممكن يكون مبادئ أنا ممكن أفعل كده فبدأت مع أنه كانت مرصة يعني أنا بتات المتوسط شيء كده قاعد أقرأ هذه الكتب صعبة لأحد يفهمها فكنت أقرأ الكتاب مره مرتين اللي ما فهمه وخلاص وبنيت لي عبد الرحمام مابين شوية العاب وبنيت أقلي العاب شوية قلت أوكي هذا التحدي خلينا أوريك يا بوي طيب أوريك أحد يترق عليه أنا ساكد بس أقول له مجوب فبديت الوقت اللي كنت بضيعه استغله في قراية كتب الوقت اللي في المدرسة اللي كل المدرسة والشعب وحتى ممكن المدرسين كانوا يستفراضين وقت الاستراحة ووقت الفسحة ووقت الانتظر اللي راحة يجي أخدني حارفين حتى في جوة الفصل اللي المدرسة التأخر بيأخد وقت أنا حارف بيتفتح الكتاب وأكمل أقرأ فأنا كنت شخص يعني ممكن تقول له ابن الحمد اشتبت دافور بس تشوف من جوة وأنا ما كنت دافور وكانت خطة شريرة شوية فمن هناك كنت بقرأ كل حاجة مفيدة يعني تيجي بالي أطور من مهاراتي ومن هناك كان توقع بدأ عني شوية أنه اوكي عشان أنجح لازم اجتاز لغة الإنجليزية فبدأت قصتي مع لغة الإنجليزية من أول ثانوي غالباً لهذا السبب لأنه وقتها أحد يفكر في لغة الإنجليزية ما كانت موجودة كان حاجة معدومة واحد يفكر في لغة الإنجليزية تكمل الثانوي ومبسط وستمتع بحياته تكمل اختباراتك وقتها كان اختبار الإنجليز أبعد من البعيد وقتها إنه واحد يفكر في اختبار الإنجليز بس أنا ما أدري كنت حاسة أنه أنا كنت مرة مركز على أنه أبغى أركز على نجاحي المهني فبصورة غير طبيعية بديت أشتغل على نجاحي المهني وتطوير مهاراتي المهنية من ثاني متوسط وهو جيد يعني بالنسبة لي فبعدين لاحظت أنه عندي هواية في التقنية ويتقر الكتب البرمجة ويشتغل البرمجة بعدين قلت أخذت الكتاب كيف تبدأ مشروع فمن هناك بديت أهوكي أنا حسوي موقع لمطاعم دخلت المطعم وقلت له أنا ممكن أسوي لكم موقع فروحت أكت لفلفت كل المطاعم الموجودة والمحلات الموجودة فيش جن بيتنا فكانوا أضحكوا علي ما أحد يعرف شو موقع أصلا يعني لسه الناس يعرفوا موقع بس ما أحد يعرف أنه يكون موقع ومتجر لكل مطعم مع نفسك والتكلفة فأنا كنت أقول لهم لا أنا أشتغل لكم مجانا فقعد أخذوا تكنيكات يقول لكم اشتغل مجانا وبعدين هتكسب فلوس فأنا سوي لكم الموقع مجانا ففي شركة شركتين اشتغلت معايا اشتغلت معاهم بعض الأشياء كسبت ربح نحن زي ما نسميها فمن هناك تطورت عندي كيف دوبامين جاي فأنا بديت أشتغل فأول مرة فسكل من هناك بديت والرحلة من هناك بدأت فبديت من التقنية بالبرمجة بعدين من الاختبار في النوس فهذه ولدت عندي أفكت كرة التلج من حاجة بسيطة إلى خلاص أنا سرت في جو مشاريع يعني يكون شوين عندي مشروع سواء للجامعة سواء للمدرسة سواء كنت بتطوع المدرسة وقدم لهم دورة نيابة عن المدرسة وروح مدارس ثاني ودخل ففجأة أنا سرت تذاكر الشخص الغريب اللي كان هدف ونجاح معني أكثر من كان دافور يعني فيه فرق كبير بين دوافير دوافير المدرسة كانوا يتذاكروا أنا كنت أسحب أخدت إذن من المدير أنه أسحب على نصف الفصول فالحرفين ما كنت أحضر للكناسات حقتي نهائيا وما توقع كنت أجيب العوائد ما كنت في الأول ثاني ثالث فكنت بشتغل في هذا الأشياء الغريبة جدا من هناك بدأ قصتي مع مع اللغة الإنغليزية بديت قلت اوه كي في أحد أكيد بيعاني في المدرسة بإنجلج رحت المدير مشتري في المدرسة قلت له طيب أنا ممكن أدي لهم محاضرة هذا الشيء يعني شرح لهم تجربة قال أكيد شرحت لهم تجربة قال أوه سويلها مرة ثانية سويلها مرة ثالثة دقيقة لش ما سوي موقع سويت موقع طب لش ما سوي فيديو وطبعا أنا كنت في الدستر بتقدم على الجامعة عند ثلاثين مشروع كمان يعني جابوا كم موقع كم تطبيق ايوه إلى اليوم هذا أنا ما يعرف من القصة الطويلة هذه الغريبة وطبعا المدري ايش أو صفها بس أحبيت يعني دائما لما أنا أفكر فيها أوش أحمد ربي على نعمة المصائب تيجو الإنسان ما يحس بيها نحس إنها مصيبة فقط مجرد مصيبة ما يحس إنها في نعمة من وراها بعدين رقم اثنين يعني ما أعرف ما أقولها تعلمت بس سبحان الله يعني حاجة كانت سيئة بالنسبة لي أمي علمتني نوعا ما إنه كيف أشوف لها من منظور إيجابي وأحول نقطة ضعف إلى نقطة قوة إنه أنا أنا ما أقدر أتصاحب مع الناس إنه شكلي ما هو كول شكلي ما هو رهيب فخليني الآن تسيبك من الناس تسيبك من الأصحاب ركز على أشياء الثانية فأداني البديل الثاني وما أحس إنه أنا نادم على الوقت المثل ما قدرت مع صحاب وما ضيعت بأحس إنه مرة مبسوط إنه محمد الله ما ضيعت الوقت أنا أدري هذا الرأي مو كل الناس يتفكوا فيه بس أنا بالنسبة لي مر يعني استمتعت الحمد لله بالتجربة وهي يعني نعمة من ربنا إنه وفقني نوراني الطريق الثاني ممكن كان في الطريق الثالث أسوأ كان يبن لي بس إيه إنه شي شيء أنا دائما أذكر نفسي فيه حتى لما ألاقي تحديات قاعد تواجهني قاعد رحمن مو أنت قبل شوية جال لك تحديك أكبر منه على تحدينا على نفسيتي وقلبت الحاجة إيجابية وخدتها كنقطة قوة بدلا ما تحول لنقطة ضعف فهذه بدأت عني ممكن عادة المبارة أو قاعد يحاول أذكر نفسي إنه تبقى دائما عني حاجة إنه أذكر نفسي ترى الأشياء اللي ممكن تصر لك ممكن تحاول تستغل لها بشكل إيجابي تستغل لها إنه آه اليوم هذا الشي صر لي فخليني استغل له كده فمهارة الاستغلال مهارة استغلال للظروف استغلال للفرص ممكن هذا الشيء تعلمت وممكن هذا السبب اللي خلاني أضوط على زر ملكورد حين وسجل الفيديو فأنا قبل شوي قاد قلت نسجل لو ما نسجل فأنتوا قولوا لي مدري عجبتكم هل أحد منكم حس بفائد ومقيمة من هذا الفيديو لست متأكد بس قلت إنه من زمان على وحاجة وراء بعض أجاري بتكلم شوية إنه خلف الكواليس عبد الرحمن مين هو وهذه نوعا ما نسميها نقطة التحول يعني عبد الرحمن اليوم قدامك وحاجة تقول إنت الانتاجي أبو الانتاجي مدريش أنا لا أبو الانتاجي ولا شيء إذا ما كنت مريت بهذه المرحلة وبهذه الرحلة حرفيا فأقلت جزء المشاركة كأصاني محتوى يب شكرا على مشاهدتك أنا ما أدري إذا أنت بتتفرج الفيديو الانتحين وفي فيديوهات التالية صراحة الفترة الأخيرة قاعد أتكلم فيها عن ممكن أفيد من كده ما أعرف عن الانتاجية وعن رحلتي كيف قاعد أحرفين أنا الآن ماشي قاعد ننتج فأريد نشوف الفيديو أخلص فيه شغل أسبوع في يوم واحد والتكنيكات الآن باستخدمها في الانتاجية فممكن شيك عليها سبحانك الله بحمدك وشلع أنسف وتميليك مع السلامة في يوم واحد